مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم يساح اليوم قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في حوار مباشر ان رئيس الدولة يتمتع عن قبول اداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رفض التحوير الوزاري واضاف الغنوشي ان تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دور انشائي وموضوع لحكم ومجلس الوزراء يعود الى الحزب الحاكم وهو بالاساس مسؤولية الحكومة وشدد الغنوشي على ان تونس اليوم تعيش صعوبات المزيج بين النظام البرلماني والنظام الرئيسي وقال ربما ستكون النتيجة التي سنصل اليها هي ان نقيم نظام برلماني كاملا يتم فيه الفصل بين السلطة الثالثة وتكون السلطة التنفيذية كلها اليد واحدة هي رئيس الوزارة كما كنت تسمع ذي رساة الغنوشي الرئيس الدولة قيس سعيد واتنكون السلنا الى نهاية الموضوع اشتركوا في القناة